جيزة قناة التعليم الفني وان شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلاب الصف الاول بالمدارس الزراعية وحنتكلم فيها او هنكمل فيها كلامنا على مادة من اهم المواد اللي بيدرسها الطالب عندنا في الصف الاول السنوي الزراعي وهي مادة السيات البساتين احنا في الحلقات اللي فاتت كنا اتكلمنا على الاهمية الاقتصادية وبعد كده اتكلمنا على العوامل التي تتحكم في انتاج الحاصلات البستانية وبدأنا في مقدمة عن مشاتل الحاصلات البستانية واهميتها وكيفية التعامل معها وكنا وصلنا لمرحلة كنا اتكلمنا فيها على اهم الادوات التي تستخدم في مشاتل الحاصلات البستانية اي عامل فني في مجال الحاصلات البستانية حيتعامل مع مجموعة من الادوات لازم يكون يعرف كل ادام انهم استخدامها وفايدتها ايه وكيفية التعامل معها وكيفية صيانتها فحنبدأ مع بعض نتابع ونشوف اشكال هذه الادوات وزاي نتعامل معها واهميتها وكل ادام انهم بتستخدم في ايه وبعد كده حنتكلم على كيفية ادارة مشاتل الحاصلات البستانية فحنبدأ كلامنا ان شاء الله ونشوف مع بعض اهم الادوات المستخدمة في مشاتل الحاصلات البستانية وحنبدأ باول نوعية من الادوات الادوات المستخدمة في تجهيز التربة طيب انا في مجال الحاصلات البستانية عندي بجهز التربة سواء كانت تربة المشتل او الطربة المعدة لعمليات التدوير او الطربة المعدة لعمليات التفريد او الطربة المعدة لعمليات زراعة البزور داخل القصص والصواني والصناديق الخشبية او البلاستيكية في عندي مجموعة من الادوات انا باستخدمها لهذا الغرض اللي هي تجهيز طربة الزراعة سواء كانت طربة المشتل او طربة المعدة لزراعة داخل الصواني وداخل القصص وداخل الموجين ونشوف اول اداة معانا من الادوات تسمى عربة الحديقة عربة الحديقة دي من ضمن الادوات اللي بتستخدم في نقل المعدات او الادوات او الكميات التربة الثقيلة او الادوات من مكان العمل لمكان التخزين او العكس وبتستخدم ايضا في نقل التربة من مكان الى مكان النموذج التاني اللي معانا اداة تسمى الكرك وفي بعض الاحيان في بعض الطلاب بيروق لهم تسميتها باسم الشوكة ودي أنا بأستخدمها في عمل تسوية لسطح الطربة وإزالة الحشائش وإزالة الألائيل أثناء إعداد أرض المشتة لزراعة البزور الأداة اللي معانا بعد كده من ضمن الأدوات المميزة ودايماً حيكون لنا استخدام معاها تسمى الشقرف ودي أداة حتى في عملية فنية إحنا بنعملها في مشهات الحاصلات البستانية اسمها الشقرفة نسبة لهذه الأداة وبتستخدم لإثارة سطح الطربة وبتستخدم لتنقية الحشاش وتستخدم أيضاً معايا لو أنا بفصل شتلات أثناء عمليات التدوير من الأصص والأصاري إلى الأصص الأكبر منها الأداة اللي معانا بعد كده تسمى المنقرة ودي لها أكتر من شكل ولها أكتر من صورة في منها المنقرة البلدي وفي منها المنقرة الفرنساوي وفي منها شكل زي اللي احنا نعرض قدام حضراتكم المنقرة لها شكلين في جزء منه شكل الشوكة وجزء منه شكل المنقرة وده أيضاً من ضمن الأدوات المستخدمة في إعداد الأرض للزراع الأداة اللي معانا بعد كده ودي عندي لو عندي مشاحة المشتل من المساحات الكبيرة فأنا بستخدم بعض الألات اللي بتعيني على إعداد الأرض وتجهزها للزراعة ودي عندي نوعيات مختلفة من المحاريت بتختلف حسب نوع التربة فلو عندي نوع من التربة اللي هستخدم فيها الأداة لو كانت أراضي ثقيلة غير الأراضي الرملية لكل نوع من أنواع الأراضي فيه أداة مناسبة ليها وآلة مناسبة ليها بتستخدم لإعداد الأرض فعندي نوعيات المحاريت المستخدمة لها أكتر من شكل ولها أكتر من نوع فعندي منها المحاريت الحفارة وعندي منها المحاريت القلابة المحاريت الحفارة بتستخدم في الأراضي الطينية الثقيلة والمحاريت القلابة دي بتستخدم لإثارة سطح الطربة في الأراضي الرملية ومعانا صورتين للمحاريت المختلفة منها المحاريت الحفارة ومنها المحاريت القلابة الآلة اللي بعد كده فيه عندي مجموعة الشوك والجواريف ودي بتستخدم أيضا لتجهيز الطربة للزراعة عندي ايضا شكل تاني من اشكال الشوك والجواريف ودي تبقى حجامها اصغر شوية ودي تستخدم لنقل الطربة وتقلبها وعداد الارض للزراعة عندي بعد كده اداة من الادوات المستخدمة ودي تسمى المقطف ودي لها نوعين ممكن يبقى جلد وممكن يبقى خوص على حسب الاداة المستخدمة وفي عندي ايضا الفأس بانواعها المختلفة يبقى احنا كده اتكلمنا على اول نوعية من الادوات المستخدمة في مشتل الحاصلات البستانية هي الادوات المستخدمة لتجهيز الارض للزراع نتكلم في نقطة مهمة جدا انا كراجل عامل فني في مجال انتاج الحاصلات البستانية في عندي مجموعة من المهارات الفنية لاجم انا اتحلى بيها ومجموعة من صفات انا عندي اداة استخدمتها يجب علي بعد انتهاء استخدامها ان انا اخد هذه الاداة واعمل لها عملية تنظيف واعمل لها عملية صيانة وبعد كده ابدأ اخزينها في مكانها المعدل التخزين عشان يسهل علي الحصول عليها مرة تانية ويفضل في المخازن بتاعتنا ان احنا نكون مقسمين المخازن لاجزاء كل جزء بيستخدم لتخزين نوعية من الالات لسهولة الحصول عليها وسهولة التعامل معها ونبدأ مع بعض نشوف النوعية التانية من الادوات اللي معانا هي الادوات المستخدمة في زراعة البزور والشتلات اداة مستخدمة في زراعة البزرة والشتلة يعني هي هتساعدني اثناء زراعة البزرة واثناء زراعة الشتلة داخل مشاتل الحاصلات البستانية ونبدأ نشوف اول اداة من ضمن الادوات المستخدمة هي تسمى الات الشتل دي اهلة ميكانيكية انا بستعين بيها لو كان عندي مساحة كبيرة باستخدمها لزراعة الشتلات بيتم وضع الشتلات في مكان معين وتقوم هذه الآلة بتوزيع الشتلات على الأماكن المناسبة على حسب مسافات الزراعة المطلوب في عندي نوع تاني اسمه المثاقب ودي أنا باستخدمها لو كنت باستخدم نظام الزراعة المغطاة أو نظام الزراعة أندر مالش ده أنا بكون مغطي سطح الطربة بنوعية من البلاستيك فمحتاج أعمل ثقوب عشان يتم فيها عملية الزراعة فباستخدم هذه الأداية تسمى المثقب وبيتم من خلالها نزول أيضا الشتلة من هذا المثقب في مكان الزراعة وفي عندي كمان لوحات لتحديد عمق ومسافات الجور بأحواض الزراعة المختلفة ودي كانت النوعية التانية من الأدوات اللي أنا باستخدمها نشوف النوعية اللي بعد كده عندنا مجموعة الأدوات المستخدمة في ري الحاصلات المستنية أي نبات أنا بزرعه اللي لا غنى له عن وجود الماء فأنا عندي مجموعة من الأدوات أنا باستخدمها في إيصال الماء من مصدر الري اللي موجود عندي إلى النباتات المزرعة هذه الأدوات بتختلف أيضا حسب المساحة وبتختلف حسب إمكانيات كل مشتل فألو أنا عندي نظام ري بالطنقيد أو نظام ري بالرش فأنا بالتالي حيكون عندي أدوات ري بالطنقيد وأدوات ري بالرش لو عندي المشتل اللي عندي مساحته صغيرة والأدوات اللي عندي أدوات يدوية فأنا هستخدم عندي كانك الري وممكن أستخدم عندي الخراطين يمكن في بعض الأدوات وإحنا بنتكلم عليها دلوقتي بعضنا يعرفها وبعض ما يعرفهاش فإحنا هنبدأ أن نشوف لها برضو بعض الصور التوضيحية عشان الموضوع يكون واضح قدام حضراتكم وأول آلة معانا وأول أداة معانا اسمها كانك الري وكانك الري دي لها ساعات مختلفة لها فتحة بيتمي عن طريقها تعبية الماء وبعد كده فيه جزء أمامي يسمى الرشاش اللي أنا بعد كده بستخدمه في رأي النباتات سواء كانت داخل أسس أو داخل أحواض أو داخل صناديق أو داخل مواجي الجزء الثاني عندي مجموعة الرأي الرزازي ودي تقنية عالية شوية لو أنا كان عندي ملحق بالمشتل بتاعي صوبة من الصوبة المخصصة للإكسار فالي بتستخدم لرأي صوب الإكسار في عندي أيضا مجموعة الرأي بالتنقيط اللي فيها الخراطيم والنقطات وعندي أيضا الخراطيم العادية اللي بتستخدم في نقل الماء من مصدر الرأي إلى مكان الزراع زي ما احنا شفنا كده عند الأدوات بتختلف حسب إمكانيات المشتل وحسب الكميات المساحة المتاحة فأنا لو عندي مساحة كبيرة وعندي تقنية عالية فأنا هستخدم إمكانيات الرأي بالطنقيط والرأي الرزازي والرأي بالضباب لو عندي مساحة صغيرة وإمكانياتي محدودة فأنا باستخدم خراطيم الرأي وباستخدم كانك الرأي يبقى احنا كده اتكلمنا على تلات نوعيات من الادوات المستخدمة في مشاتل الحاصلات البستانية ادوات اعداد الارض للزراعة والادوات المستخدمة في زراعة البزور والادوات المستخدمة في عملية الري نشوف بعد كده في عندي عملية فنية مهمة جدا كل العاملين في مجال الحاصلات البستانية بيتعاملوا معاها عملية تسمى عملية التقليم اللي هي بيكون فيه منها تقليم تربية وفيه منها تقليم علاج زي ما ان شاء الله حنعرف في حلقات مقبلة في دراستنا على مدار العام حنشوف عندي أدوات التقليم دي مجموعة كبيرة من الأدويات لها شكل متميز شوية بس يجب علي وأنا شغال مع هذه الأدوات أكون حريص لأن دايما أدوات التقليم بتتميز بوجود أسلحة حادة لأن هي دايما بتستخدم في قطع الأفرع الخشبية بأشكالها المختلفة منها أو أول أداعة معانا اسمها البلطة ودي بتستخدم إما إلى قطع الأفرع الكبيرة أوي أو تستخدم لقطع أشجار أثناء عملية إحلال أو تجديد الشجرة في عندي أداية تسمى مقص الأفرع الغليزة وده أيضا له سلاح قاطع وله يد بتستخدم في قطع الأفرع الغليزة إذا كانت موجودة في عندي مكينة قص النجيل ودي حنوقف معاها شوية مكينات قص النجيل من ضمن الأدوات يمكن إحنا لو بنتابع أحد مطشاط كرة القدم حلاقي إن المسطح اللي اللعبين بيجروا عليه بتحس إنه هو مخطط ده هو ما يفوش درجة تخطيط ده هي دي درجة أو مستوى من مستويات الأص اللي استخدمنا فيه هذه الآلة يعني أنا عن طريق هذه الآلة قدرت إن أنا أتحكم فيه تخطيط الملاعب عن طريق مستوى عمليات الأص يعني اللي بيستخدم هذه الآلة بيبدأ يتحكم في مستوى الأص إذا كان المستوى أعلى فبيلاقي اللون غامق شوية لو مستوى منخفض فبيلاقي اللون أفتح شوية ودي آلة تسمى آلة قص النجيل وديه تستخدم لقص المسطحات الخضراء سواء كانت فيه الحدائق العامة أو المتنزهات أو ملاعب كرة القدم أو ملاعب الجلف الآلة التانية اللي معانا تسمى المنشور والمنشور أيضا من ضمن أدوات التقليم وبيستخدم لقص الأفرع أثناء عملية التطعيم أو أثناء إجراء عمليات التقليم المختلفة التقليم العلاجي لإزالة الأفرع المصابة والأفرع الميتة الآلة اللي بعدها أنا في بعض الأحيان بيبقى عندي شجرة ارتفاعها عالي فأنا محتاج حاجة توصلني من مستوى سطح الأرض إلى مستوى الشجرة فأنا بستخدم نوعيات السلالم المختلفة النموذج اللي معانا ده نموذج للسلم المعدني في عندي سلم خشبي ممكن أستخدم ده أو ده سيان في عندي بعد كده مقصات التقليم العادية ودي أكتر شهرة وأكتر انتشار ولها أشكال كبيرة بتتميز برضو دايما وزي ما احنا وضحت أن هذه الأنواع من الأدوات لها أسلحة قطع أحدة فيجب علي أن أنا أكون واخد احتياطاتي أثناء التعامل مع هذه الأدوات أن أنا أكون لابس أداة من أدوات الحماية الإدية وفي نفس الوقت أكون حريص عند التعامل بمسك هذه الأداة بالطريقة المناسبة اللي هي ما تأثرش علي أثناء عملية التعامل بحيث أن أنا أحافظ على سلامتك عامل فني داخل المزرعة في عندي مجموعة من الأدوات تسمى مجموعة أدوات التطعيم مجموعة أدوات التطعيم دي مجموعة من الأدوات أنا بستخدمها أثناء الرغبة في تركيب جزء نباتي على جزء نباتي أو تركيب نبات على نبات آخر من ضمنها متواط التطعيم وإحنا أعرضين لحضراتكم أشكال مختلفة من هذه المطوات في منها مطوى لها سلاح واحد في منها مطوى لها سلاحين في منها مطوى لها سلاسة أسلحة وفي منها أشكال مختلفة وأحجام مختلفة ومأسات مختلفة عندي السطور ودي آلة برضو بستخدمها لو كانت عندي الأفرع المعدل للتطعيم لها حجم كبير شوية في عندي أداة أو آلة أو خامة أنا بستخدمها في عملية التطعيم لربط أجزاء الطعم بالأصل اللي هي شمع التطعيم وعندي أيضا حاجة تسمى خيط الرفية المجموعة اللي بعد كده مجموعة أدوات الزراع مجموعة أدوات الزراع يعني الحاجات اللي حضرتك داخل المشتل حتستخدمها لزراعة الحاصلات البستانية يعني حضرتك حتزرع فين يبقى الأدوات الخاصة بالزراعة هي الأدوات اللي أنا حأزرع فيها سواء كنت حزرع بزرع أو حزرع شتلة أو حزرع عقلة نباتية لاستخدامها في عملية الإكسار ونشوف مع بعض أول أداة من الأدوات هي تسمى صواني الزراع صواني الزراع دي مجموعة كبيرة من الأدوات لها أشكال مختلفة ولها أحجام مختلفة كل صنية من صواني الزراعة لها عدد من العيون والعين دي بيكون لها ارتفاع معين مناسب لنوع الشتلة اللي حيتم زراعتها فيها وممكن تصنع من البلاستيك وممكن تصنع من الفوم عندي النوعية التانية تسمى المواجير ودي تستخدم أو تصنع من الفخار وتستخدم لإكسار نباتية الحاصلات البستانية وخصوصا الحوليات البزرية سواء كانت حوليات صيفية أو حوليات شتوية في نباتات الزينة المجور ده إناء من الفخار ارتفاعه تقريبا بيكون حوالي 10 سنت أو أقل حاجة بسيطة بيتميز أيضا بوجود ثقب في قاع الإناء لتصريف الماء الزائد وده بيستخدم بيعبق بالطربة وبعد كده بيتم فيه زراعة البزر في عندي مجموعة تانية اسمها صناديق الزراعة وصناديق الزراعة دي أيضا مجموعة كبيرة من الحاجات أو الألات أو الأدوات اللي أنا بستخدمها دايما في مشات الحاصلات البستانية في عندي الصناديق سواء كانت خشبية أو بلاستيكية أو من الفوم ودي نمازج أنا ممكن أستعين بيها أو الأداة دي تحديدا ممكن أستعين بيها عند الرغبة في زراعة الأسطح ويمكن إحنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده ممكن ترجعوا لها على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة التعليم الفني اتكلمنا فيها كنموزج على زراعة الأسطح كنوع من أنواع الزراعة البيئية ووضحنا فيها إزاي أننا نتعامل مع هذه الأداة وأستخدمها في إجراء عمليات الزراعة الأداة التانية اللي عندي مجموعة تسمى مجموعة القصص فيش مشتل بيستغنى أبدا عن القصص والقصص دي أواني مختلفة الأحجام بتبدأ ممكن من خمسة وإحنا ماشيين لحد ثلاثين وخمسة وثلاثين ده بيعتمد على سعة القطر بتاع القصيص وارتفاعه وعندي مادة التصنيع ممكن فيه عندي قصص إذا كانت مصنعة من البلاستيك فهي تسمى قصص بلاستيكية وإذا كان بيستخدم في تصنيعها مادة الفخار فهي قصص بتسمى القصص الفخاري واللي بينطبق على الاثنين واحد يعني هنا القصص الفخارية والبلاستيكية الاثنين لهم أحجام صغيرة وعندي الأحجام الكبيرة وكل نوعية من هذه القصص لها استخدام القصص الصغيرة بتستخدم لعمليات زراعة البزور الصغيرة والقصص الكبيرة بتستخدم لإجراء عمليات التدوير وزراعة الشتلات لو أنا هستخدم شتل حجمها كبير شوية وممكن أستخدم إن أنا ممكن عندي قصص ممكن أربي فيها بعض النباتات إلى أن تصل لأقصى حجم لها يعني عندي أواني الزراعة ممكن عندي فيه أواني حجمها كبير تسع النبات إلى أن يصل إلى مرحلة النمو الخاصة بي أو المرحلة الكاملة في عندي جزئية تانية برضو حسب الامكانيات في بعض الأحيان أنا بيبقى الامكانيات بتاعتي أقل شوية وعندي ما عنديش مساحة للتخزين فأنا ببدأ أستخدم حاجة تسمى الأكياس البلاستيك والأكياس البلاستيك المثقبة أيضا من ضمن الأدوات المهمة لإكثار وزراعة الحاصلات البستانية بس يراحز عندي أن أكياس البلاستيك اللي بينطبق عليها كان هو نفس الكلام اللي بينطبق على الأسس إن هي منها أحجام ومنها مقاسات مختلفة حسب الغرض من الزراع في عندي مجموعة تانية من الأدوات ويمكن دي هتكون المجموعة الأخيرة اللي هي بتستخدم في مقاومة الأفات والأمراض الحشرين أنا عندي المشتل أنا محتاج أن أطلع نباتات جودتها عالية خالية من الإصابة بالأمراض خالية من الإصابة بالأفات عشان ما يبقاش المشتل بتاعي مصدر لنقل هذه العدوى فعندي مجموعة من الأدوات المستخدمة في مكافحة الأمراض والأفات عندي من ضمن هذه الأدوات حاجة تسمى الرشاشة الظهرية ودي أداة أنا بستخدم فيها أو بستخدمها لتعبية المبيدات وبيتم من خلالها أو بيها مكافحة الأفات لو كانت عندي المساحة كبيرة شوية في عندي أيضا عندي حاجة اسمها مواتير الرش سواء كانت مواتير ظهرية بيحملها العامل على ظهره وبيقوم برش النباتات أو رش المساحة المعاملة اللي عندي فيها مشكلة وعندي ممكن فيه عندي مواتير ميكانيكية اللي هي ممكن تبقى مواتير ثابت وأنا أتحكم أتحرك بخرطوم الرش ده برضو لو كانت عندي المساحة أكبر شوية طب لو عندي أنا مساحة صغيرة أو أنا داخل البيت بتاعي عندي إصابة صغيرة فأنا ممكن أستخدم حاجة اسمها الرشاشة اليدوية البلدوات المستخدمة في مكافحة الأفات برضو أيضا بتختلف حسب حجم المشتل وحسب إمكانياته فأنا وضحنا لو أنا عندي إصابات كبيرة ومساحات كبيرة فأنا بستخدم موطول الرش وبستخدم الرشاشة الظهرية ولو عندي مساحة صغيرة والكمية صغيرة اللي عندي وحجم الإصابة قليل أو في بقرة معينة محددة فأنا ممكن أستخدم الرشاشة اليدوية في البداية وضحنا وقلنا إن كل أداة من هذه الأدوات اللي تم استعراضها يجب علي أن أنا أهتم بيها وحافظ عليها عشان تعيش معايا أفضل فترة ممكنة ودي بالنسبة لي حتسبب عائد اقتصادي يعني كلما بطول عمر الآلة أنا حوفر عندي استهلاك هذه الآلات فبالنسبة لي حزود العائد الاقتصادي فعندي عملية فنية مهمة جدا أنا بعملها تسمى صيانة الأدوات وتنسق أنا لو عندي مشتل في عندي مجموعة من العمليات الفنية أنا هعملها على هذه الأدوات عشان أحافظ عليها وطول عمرها الافتراض أول حاجة لو عندي آلة أنا بستخدمها لتجهيز التربة وكانت معدة أو ملتصق بيها جزء من الأتربة أنا هعمل إيه أول حاجة أنا هزيل هذه الأتربة من على الآلة اللي كي أحافظ عليها وبعد كده أيضا في بعض الأحيان الأدوات دي احنا بنشتغل في تربة زراعية فيكون موجود فيها الطين الزراعي طب الطين ده لو تلتصق على الآلة حيسبب لها عمليات الصدى وعمليات الصدى حتؤدي إلى تلف هذه الآلة يبقى أول خطوة من الخطوات لو عندي آلة أنا بستخدمها لتجهيز التربة وكان ملتصق بها أتربة أو طين يتم إزالة الأتربة والطين من على سطح هذه الآلة ويبقى عينها فين تحتفظ بيها بعيدا عن الرطوبة الحاجة الثانية لو عندي أداء من أدوات التطعيم اللي احنا قلنا أن الأدوات دي لها أسلحة حادة وهذه الأسلحة تستخدم لقطع الأجزاء النباتية طيب عند استخدام هذه الآلة وهذه الأسلحة فبلاقي أن فيه جزء من العصارة النباتية ملتصق على سلاح الآلة الأدوات اللي لها سلاح قاطع أنا هعمل فيها حاجتي أول حاجة أنا هزيل بقايا الأجزاء النباتية من على هذا السلاح وبعد كده سيتم طلاقها بزيت لأمنعها عن الصدى وعندي عملية فنية مهمة جدا تسمى سن هذه الأسلحة السلاح القاطع بعد شوية من استخدامه بيكون فقد حدية هذا السلاح فأنا محتاج أن أستعيد هذه الحدية مرة تانية فبتستخدم أو بعمل حاجة تسمى عملية سن الأسلحة القاطع العملية اللي بعد كده يمكن احنا كنا تكلمنا من شوية على آلة قص النجيل وقلنا هذه الآلة بتقوم بقص النجيل فهذه الآلة بيكون عرضة إن فيها كمية من الأتربة وبقايا النباتات فأنا بعمل لها تنظيف عن طريق الهوى وأيضا بعمل لها عملية صيانة كي يتم الحفاظ عليها لأطور فترة ممكنة الحاجة اللي بعد كده لو عندي خراطيم يفضل بعد انتهاء عملية الري تفريغ الخراطيم من المية ويلفها ووجودها أو صيانتها بعيد عن الشمس مجموعة الحاجات اللي أنا عملتها اللي قدامي ديت إن أنا أزيلت أتربة وإن أنا أنضف الأدوات المختلفة وإن أنا أحافظ على مكينات قص النجيل وإن أنا نلف الخراطيم دي عملية الهدف الرئيسي منها إن أنا أحافظ على المشتة البتاعي وأدواته وأزود ربحيتي لإن أنا لما حافظ على آلة بتاعتي أنا هزود العائد الاقتصادي لإن أنا وفرت آلة ما طولت في عمرها الافتراضي كل اللي أنا عملته حاجة بسيطة لإن أنا حافظت عليها وعملت لها عملية تصيين بعد ما خلصت استخدامها وخزنتها في المكان المناسب له يبقى احنا كده تعرفنا على أهم الأدوات المستخدمة في مشاتل الحاصلات البستانية وصلفناها إلى نوعيات مختلفة حسب طريقة الاستخدام وتعرفنا على شكلها وتعرفنا على طريقة استخدامها وبعد كده اتكلمنا مع بعض على كيفية الحفاظ وعلى كيفية صيانة آلات أو معدات الحاصلات البستانية نتكلم مع بعض في جزئية مهمة جدا الأسس الفنية اللي بتمكنني أنا كراجل عامل في مجال الحاصلات البستانية لإدارة المشاتل أسس إدارة المشاتل دولة عند ست عناصر مهمة جدا يجب علي أنا كراجل شغال أو عامل فني شغال في مجال الحاصلات البستانية أن أنا أكون أعرفها وأهتم بيها وأطبقها داخل المشتل بتاعي أول حاجة وأول عنصر من هذه الست اتباع قوانين المشاتل حد يسألني يقول لي هو فيه حاجة اسمها قوانين المشاتل أو فيه عندي قوانين منظمة لإنتاج المشاتل وصيانتها واتباعها أول حاجة التأكد من موقع المشتل وإن هو ده يضمن لي الشتلات ممتازة لإن لو عندي منطقة فيها تلقيح خلطي ممكن إن الشتل اللي عندي تطلع بموصفات رديئة فمن ضمن قوانين المشتل بحدد لي إن المسافة بين المشتل والمشاتل المجاورة تكون لا تقلع المسافة محددة الحاجة التانية عندي فيه القانون المشاتل ده بيضع ضوابط لضمان حماية الزراع للحصول على الشتلات جيدة يعني أنا لما بحدد مسافات الزراع ما بين المشاتل والتانية فبضمن إن الشتلات اللي عندي تطلع الشتلات جيدة الحاجة التالتة حماية الصروة القومية كتحريم استخدام أصول تسبب تدهور بعض أنواع الأصناف في بعض الأحيان بيبقى وأنا شغال عندي في عندي أصناف متميزة بتتميز المنطقة اللي أنا فيها بميزة نسبية أن أنا بأنتج هذا النوع من النباتات فقانون المشاتل لما أنا أستخدمه أو لما أنا أتابعه أنا بحافظ على هذه الأصول اللي عندي وبأضمن إن المستهلك بتاعي أو المستخدم اللي هيشتري مني الشتلات حيكون عنده شتلات لها جودة بمستوى معين وأيضا من ضمن القوانين أو من ضمن بنود القانون أنه يحدد المسافة بين الشتل والمشتل والتاني لمنع حدوث عملية التلقيح الخالطي اللي تؤدي إلى تدهور الأصناف من ضمن الأسس الفنية عندي أساسين مهمين جدا برضو أنا بشتغل عليهم تحديد الأهداف المرجوة من إنشاء المشتل إحنا يمكن وإحنا بنتكلم على أنواع المشاتل قلنا أن في عندي مشاتل متخصصة وفي عندي مشاتل مختلطة المشاتل المتخصصة كانت مشاتل بتعد لإكثار نوع واحد من النباتات المشاتل المختلفة أو المختلطة بتعد لإنتاج أكتر من نوع من النباتات لكل نوع طريقة التعامل وطريقة إنتاج وأسلوب رعاية فنجب علي أول حاجة أن أنا أحدد الهدف المرجو من إنشاء المشتل بتاعي الحاجة اللي بعد كده نمرة اثنين أو العنصر الثالث التعرف على الظروف البيئية المحيطة بالمشتل هنا سؤال إحنا يمكن نتكلمنا على حاجة اسمها العوامل البيئية المؤثرة على نمو الحاصلات البستانية أنا لم أعرف الظروف البيئية المحيطة بالمشتل لو أنا عندي منطقة موبوئة أو هي بؤرة إصابة بآفة معينة هل يجوز في منطقة زي دية أنا أعمل مشتل؟ لا طبعا هتبقى المنطقة بتاعتي غير مجهزة لإنتاج المشاتل لأنها تبقى أيضا المشتل ده أنا بستخدمه للإكثار وبستخدمه لنقل الشتلة من مكان إلى مكان فلو عندي نسبة إصابة موجودة حيث يسدي لنقل الإصابة من مكان المشتل إلى الأماكن المختلفة فمدل ما أنا بقى أحصل على الشتلات جيدة حيكون أحصل على شتلات رديئة النوع الرابع أو العنصر الرابع من العناصر إحنا قلنا هما ست عناصر فنية لإدارة المشاتل تنسيق العمل بالمشتل على مدار العام تب ليه أنا بأعمل تنسيق العمل للمشتل على مدار السنة؟ في عندي مساحات أنا بستخدمها لزراعة حاصلات معينة فممكن أنا أنصق عندي النوعية دي من الشتلات بيكسر الطلب عليها في فترة معينة فأنا بكون حاطة عمل خطة لإنتاج هذه الشتلات على مدار العام حسب الفترة اللي بيكسر الطلب علينا فيها الحاجة اللي بعد كده المحافظة على خصوبة التربة واستواء سطحها وتجديد حيويتها طب الكلام ده بيكي إزاي؟ أنا عندي لما بهم المشتل للحاصلات البستانية أنا بزرع شتلة داخل الأرض أثناء اقتلاع هذه الشتلات بيتم أخذ جزء من التربة أثناء عملية نقل الشتلات وفي عندي حاجة تانية أنا زرع شتلة بتاخد احتياجاتها الغذائية من تربة المشتل فسنة عن سنة ومرة بعد مرة لو أنا ما اهتمتش بخصوبة المشتل فبلاقي الخصوبة بتاعت المشتل بتقل طب لو الخصوبة عندي قلت حلاقي إن إنتاج المشتل من الشتلات قل وينتج للشتلات حجمها صغير وغير مطابقة للمواصفات يبقى يجب علي أيضا أن نحافظ على الأسس الفنية للمحافظة على خصوبة التربة في عندي بعد كده تنظيم عمليات الزراعة بما يؤدي إلى عدم اختلاط الأصول والأصناف زي ما احنا وضحنا لو عندي مشاتل يجب ترك مسافة بينها وبين المشاتل المجورة حتى إننا لو أنتج صنف بيكون الصنف ده مميز ومعروف ومحدد عشان يكون عندي شتلة لها مواصفات جيدة بيكون عندي عائد الاقتصاد بتاعها عالي لأن كلما يكون عندي الشتلات بتاعتي مميزة ولها قيمة ولها اسم تسويقي فبيكون عندي العائد الاقتصادي بيكسر الطلب عليها فبيكون عندي العائد الاقتصادي بتاعها عالي وكده يكون احنا تكلمنا على حاجة اسمها الأسس الفنية لإدارة المشاتل عندي بعد كده نخش بعد كده على أول العمليات الفنية المهمة تعرفت عن المشتل وأنواعه وأدواته أنا بعمل مشتل وقلنا تعريف المشتل هو عبارة عن قطعة أرض تستخدم لتربيت وإكسار النباتات طالما أن أنا بعمل مشتل لتربيت وإكسار النباتات فأنا عايز أعمل تربية وإكسار طيب هعمل تربية وإكسار عن طريق إما زراعة البزرة أو زراعة الأجزاء النباتية المختلفة نقول تاني الحتة دي أنا بقول تاني أنا بعمل في المشتل إكسار أنا هعمل اكثار لنبات إيه الحاجات اللي أنا بستخدمها من هذا النبات إنه نزود العدد أنا عندي طريقتين يأما أستخدم البزرة للزراعة يأما أستخدم الأجزاء النباتية ولما نقول أجزاء نباتية هنعرف بعد فترة لما نتكلم عن طرق التكاثر هعرف إن أنا عندي مجموعة كبيرة من الأجزاء النباتية أنا ممكن أستخدمها في زراعة أو اكثار الحاصلات البستانية ممكن أستخدم العقلة ممكن أستخدم التطعيم ممكن أستخدم الترئيد ممكن أستخدم التفصيص ممكن أستخدم الدرمات ممكن أستخدم الكرمات ممكن أستخدم الفسائل ممكن أستخدم الريزومات ممكن أستخدم البلابل عندي مجموعة كبيرة من الأجزاء النباتية ممكن أستخدم ورقة النبات للإكثار يعني في بعض الأنواع النباتية أنا ممكن أستخدم أوراق ممكن أستخدم البراعم ممكن أستخدم حاجة تسمى زراعة الأنسجة ممكن أستخدم عندي لو النباتات برسومية باستخدم الجراسيم يبقى أنا هنا ممكن أعمل زراعة النباتات عن طريق إما أن أنا أستخدم للزراعة بزرة أو أستخدم الأجزاء النباتية ونبدأ نشوف مع بعض أول حاجة من الحاجات زراعة البزور عشان أزرع البزرة احنا قلنا أن في بداية خالص عندي مجموعة من الأدوات اسمها الأدوات المستخدمة في تجهيز التربة هل أنا لما أجي أزرع بزرة في المشتل هزرع البزرة دي في إيه بيتم زراعة البزور داخل مشاتل الحاصلات البستانية في تربة مهيئة بالمشتل التربة دي ممكن أستخدم التربة الزراعية العادية وممكن أستخدم تربة البتموس وممكن أستخدم الرمل وممكن أستخدم خليط من هذه المواد مع بعض بنسب سبتة لكل منها يبقى هنا عند حضرتك في المشتل مجموعة من نمازج التربة المختلفة اللي أنا ممكن أستخدمها للزراع وممكن أزرع داخل تربة المشتل الطبيعية بتاعتي سواء كانت أرض رملية أو أراضي طينية بدون أي إضافات وممكن أستخدم خليط من الطامي والبتموس والرمل بنسب سبتة هل هذه النوايات الثلاثة هي الوحيدة اللي أنا ممكن أزرع فيها؟ في عندي مجموعة من البيئات الجديدة ممكن أستخدمها للزراعة زي بيئة الفيرميوكلايت وبيئة البيرلايت يبقى عندي فيه نوعين من البيئات أيضا ممكن أن يستخدموا في زراعة وإنتاج بزور الحاصلات البستانية بيئة الفيرميوكلايت وبيئة البيرلايت طب فيه حاجة تالتة بقى دي الأكثر انتشارا ودي بيتم استخدامها على نطاق واسع بيتم تجهيز مخلوط من البيئة عبارة عن جزء من البتموس بيمثل تقريبا حوالي 50% من المكون وجزء من الفيرميوكلايت وجزء من البيرلايت بيمثل 50% من المكون يعني أنا هنا ممكن أجيب بيتموس بنسبة 50% عن نص الكمية بيتموس ونص الكمية بحط عليها فيرميوكلايت وبرلايت وبيتم خلطهم خلط جيد زي ما هنشوف بعد كده زي بيتم تجهيز هذه البيئة يبقى احنا هنا اتكلمنا على البيئات اللي بيتم استخدامها للزراعة طن ممكن أستخدم البيتموس ممكن أستخدم الرم وممكن أستخدم خليط من الفيرميوكلايت والبرلايت ممكن أستخدم خليط من البيتموس والفيرميوكلايت والبرلايت وعندي حاجة مهمة جدا في كماهد من هود البزرة تسمى أقراص جيفي هذه الأقراص هي أقراص مصنعة وبيتم تصنعها من البيتموس المضغوط يعني قرص جيفي في الأساس هو عبارة عن قرص أو كمية من البيتموس بيتم ضغطها ولفها بمادة زي الشاش كده شبيهة من الشاش وبيتم بتكون في جزء محدد فيها في المنتصف مكان لزراعة البزر يبقى تعرفنا مع بعض على المهد اللي أنا هزرع فيه البزرة قلت بيتم زراعة البزور داخل المشتل في مهد مناسب طيب لو أنا عايز أزرع داخل المهد دوت عايز أزرع نباتات احنا قلنا من شوية أن عندي من ضمن الحاجات اللي أنا برأيها قوانين المشاتل وقلنا أن أنا لما بستخدم القوانين دي بتكون بتلزمني أنا أن أنا أعمل إيه أن أنا أحافظ وأنتج أصول جيدة ونباتات جيدة وأحافظ على الأصناف وأنتج شتلات خالية من الإصابة بالأمراض إذن في عندي مجموعة من المعاملات أنا يجب علي أن أعملها أثناء تجهيز الطربة للزراعة يعني أنا لو أنا عايز أجهز الأرض بتاعتي للزراعة في عندي مجموعة من الخطوات ومجموعة من المعايير أنا عايز أعرفها عشان أنتج شتلات جيدة ما هذه المعايير وما هي أهم ما يراعى عند تجهيز طربة الزراعة في مشاتل الحاصلات المستنية أول حاجة الأداة اللي أنا هستخدمها للزراعة الإناء اللي أنا هستخدمه سواء كانت إصيس بلاستيك إصيس فخار صينية زراعة مواجير صناديق خشبية صناديق من الفوم صناديق من البلاستيك سيان أيا كان الأداة المستخدمة أو الوعاء المستخدم للزراعة أنا يجب علي أن أعمله عملية تطهير بمحلول الفورمال ضهيد المخافف بنسبة 40% ليه أنا بعمل عملية التطهير بعمل عملية التطهير عشان أضمن سلامة هذا الوعاء من المسببات المرضية اللي ممكن تؤدي لإصابة التربة وبالتالي تنتج لشتلة مصابة بالأمراض المعاملة الثانية التربة اللي أنا هستخدمها هل هذه التربة أستخدمها بوضعها العادي تم أيضا ممكن هذه التربة تكون ملوثة بأحد المسببات المرضية فأنا بعمل لها تعقيم باستخدام بخار الماء الساخن أو لمدة 20 دقيقة يبقى هنا عندي الأرض المعدل المشتل والتربة سواء كانت تربة صناعية أنا ضيفها للمشتل من بره أو تربة المشتل بتاعتي سواء كانت رملية أو طنية بيتم تعقيمها ببخار الماء الساخن لمدة 20 دقيقة لقتل المسببات المرضية اللي موجودة فيها حد يسألني يقول لي تابعنا خدنا في حاجة أو مر علينا حاجة إن اسمها تعقيم التربة بغاز بروميد المصيل تعقيم التربة بغاز بروميد المصيل ده بيستخدم للتربة المعدة لإنتاج التجاري وليس لإنتاج الشتلات لأن غاز بروميد المصيل لو أنا استخدمته بيؤدي أو يؤثر على بطء إنبات البزرة وبالتالي أنا حفقد المكون بتاعي ده أنا زرع بزرة عشان أطلع منها شتلة عشان أبيعها فلو أنا استخدمت غاز بروميد المصيل في تعقيم التربة حيؤدي إلى ضعف حيوية البزوء وعدم إنباتها وبالتالي فقد القيمة الاقتصادية بتاعتها جيب إحنا أقولنا لو أنا عايز أجهز الأرض وجهز التربة للزراعة بعمل تطهير للأواني بعمل تطهير للتربة أو تعقيم للتربة ببخار الماء الساخن لمدة 20 دقيقة بلاحظ إن أنا لا يتم استخدام غاز بروميد المصيل وبعد ما أعمل الكلام ده كله بعمل حاجة تسمى تجهيز مخلوط التربة يعني إيه تجهيز مخلوط التربة؟ إحنا لسه قلنا هل أنا هستخدم رمل بس؟ هل أنا هستخدم طامي بس؟ هل أنا هستخدم خليط من البيتموس بنسبة 50% ونسبة 50% من فيرميوكلايت والبرلايت؟ أنا بقم أكون عارف حسب إمكانيات المشتر اللي عندي وحسب الأدوات اللي موجودة وحسب الخيمات اللي موجودة أبدأ إن أنا أجهز أعمل عملية خلط للتربة يبقى إحنا عرفنا أول جزئية تكلمنا على زراعة البزرة عرفت مهد البزرة اللي أنا هجهزه أو المخلوط عبارة عن إيه وتكلمت على إزاي إن أنا أجهز المهد البزرة للزراع بعد كده هنشوف الجزء اللي بعد كده هنتكلم عليه زراعة البزور الرهيفة والبزور صغيرة الحج البزور في مجال الحاصلات البستانية عشان أقرب لزهنة حضراتكم الفكرة لو أنا بتكلم على بزرة مانجة وبتكلم على بزرة نبات زي نبات البسلة عندي بزرة زي بزرة نبات الفاصلية عندي بزرة زي بزرة نبات الخوخ عندي بزرة زي بزرة نبات البرقوق عندي أيضا بزور زي نبات الفجل والبقدومس والشبت والجزر هل هذه البزور كلها حجمها واحد لا احنا صنفنا بزور الحاصلات البستانية الى 3 درجات حسب حجم البزرة في عندي بزور كبيرة بسمها البزور الكبيرة زي بزرة المنجة في عندي بزور متوسطة الحجم زي بزور الخوخ والمشمش في عندي بزور صغيرة زي بزور الشبت والبقدولس وبيزور الحوليات الشتوية والحوليات الصيفية من نباتات الزينة فلو انا بعمل زراعة للبزرة حبص بقى للنبات اللي حيطلع عندي هل هذه البزرة لما تطلع شتلة الشتلة اللي عندي هتبقى قابلة للشتلة يعني انا لو شلتها من ارض المشتل ونقلتها هتنفع ولا البزرة الشتلة اللي هتطلع عندي تبقى شتلة غير قابلة للشتلة يعني انا لو قلعتها من الارض وقعدت زرعتها مرة تانية هتموت ومش هتستمر حياتها فانا هنا عندي طريقة الزراعة هتختلف من هنا لهنا اول نوعية زراعة البزور الروهيفة والصغيرة الحجم اذا كانت تتحمل الشتلة يعني انا ممكن اقلع الشتلة من مكان واعيد زراعتها في مكان تاني وينجح النبات ويعيد دورة حياته ويستمر عادي مفيش اي مشاكل وما بتتأثار الشتلة اللي عندي ازرع في ايه؟ اول حاجة ازرع فيها ممكن ان انا ازرع في الصناديق خشبية اللي احنا شفناها من شوية او ان انا ازرع في مواجير ودي انا بستخدمها او بيتم فيها زراعة اغلب انواع الاشجار والشجيرات وازهار الزينة والتوت ومن اشجار الفكهة عندكم مترة والليمون والجوافة يبالو عندي